كان سوفيان بيسوق عربيته بسرعة كبيرة كان هيعمل حدثة اكتر من مرة كان عاوز يشوفها ويتطمن عليها نفسه يخدها في حضنه عاوز يرجع قلبه للحياة من جديد وقف العربية بسرعة رهيبة خلى العجل بتاعها عمل صوت عالي في الشارع خلى كل اللي في الشارع يبص عليه نزل من العربية بسرعة من غير ما يقفلها دخل البيت جاري وهو مش حاسس بجرح سدره اللي لسه ملمش وقف قدام بيت خديجة وخبط على الباب جامد سمع صوتها كانت مهيرة قعدة في القوضة اللي خصصتها لها خديجة من يوم ما جات عندهم البيت وكان مكانها اللي اختارته جنب الشباك كانت قعدة بتبص في السمع وفي ايديها الخاتم بتاعه اللي بتستمد منه القوة سمعت صوت العربية وهي بتقف بصوت عالي زادت ضربات قلبها وهي حاسة ان ده سوفيان ولما سمعت حد بيخبط على الباب جامد اتأكدت انه هو كانت واقفة وبص على الباب ومستني انه يدخل كان واقف قدام خديجة بينهج من التعب والشوق حاسس بالكسوف ان جه بتعادل وهو مش موجود ابتسمت له خديجة لما حست بحرجه فعادل اتصل بيها وبلغها اللي حصل وقال لها انه جاي وطلب منها ما تقولش حاجة المهيرة اتفضل هي في القوضة وشورت على القوضة اللي هي فيها وابتسم ليها ودخل على طول على القوضة كان قلبه سابقه لغاية ما فتح الباب من غير ما يخبط شافها واقفة قدامه ابتسم وراح عليها بسرعة خدها في حضنه وهو بيتقلم بعدت عنه بسرعة فدل يبسط عليها بحب وسعادة بس بعد شوية عقد حواجبه وتقدم منها خطوة الخطوة اللي هي بعدتها ووقف قدامها وقال لها كويس انك بخير علشان الايام الجاية هتحتاجي صحتك قوي عقدت حواجبها وقالت فيان انت كويس رفع حاجبه باندهاش وقال انت خايف علي بجد طب كويس طب صبتيني في المستشفى وانا بين الحياة والموت ليه اتجمعت الدموع في عانيها وقالت بسرعة انا نحس انا مستهلكش انا مستهلش الحب مستهلش اي حاجة انا اتحرمت من حضن امي وحنانها واتحرمت من امان ابويا واحميته واتحرمت من صداقة واحدة واخويا كل دول كانوا موجودين لكن ما عاشتهمش ويوم ما لقيت حبك وامانك وصداقتك الدنيا اللي بجد واللي اتحرمت منها طول عمري يحصل لك كل اللي حصل ده كنت هدية مني انا مستهلش حاجة وفضلت عيهت بحرقة لقى نفسه بيحضنها جامد وناسي جرحه وقلمه فضلت هي كمان طايت جامد لحد ما بعد شوية هديت بعد ما حست بشيء لازج تحت ايديها اللي سند على صدره فصرخت لما لقيت هدومه بقالونها احمر وكف ايديها مليان دم صرخت وهي بتقول انت بتنزف يا سفيان بتنزف شفت لو قلتلك ايه على شر ما فيش من ورايا خير رحت بسرعة تتسل على عادل علشان يجيب الاسعاف كان سفيان بيبص على ايديها اللي فيها الخاتم ولهفتها وخفها عليه كان بيبتسم وبيقسم انه لازم يخرج منها اعتراف بحبها لي شاور ليها تهدي نفسها قفلت التليفون مع عادل ومسك ايديها اللي مسك الخاتم وقال وكمان طلعت حرامية ومسك الخاتم بتاعي بصت على ايديها وقالت دي ساعة الممرضة ما جابت الحاجات بتاعتك بصت فيهم ولامحت الخاتم لا اول مرة اخد بالي انك بتلبس خاتم انا مشوفتوش فيدك ازاي ولما ركزت فيه لقيت منقوش عليه اسمي حسيت وقتها انت قد ايه كتير علي وان انا ما استهلكش مسك الخاتم وقال لها انا ما كنتش بلبس خواتم بس لحد ما في يوم كنت بزور صاحب لي وكان لابس خاتم منقوش عليه رسومات غريبة ولما سألت عنه قال ان هو اللي بيعمله فطلبت منه يعمل اتنين واحد ليا باسمك واحد لك باسمي واحتفصت ببتاعك لحد ما اعرف اذا كنت بتحبيني ولا لا فدلت بصله وعنيها مليانة دموع من غير ما تتكلم كان راجي بيسمع كلام ايمن وهو بيفتكر كل اللي عمله في امل وافتكر قد ايه كان حقير ونادل معاه بص على الشاب اللي قدامه اللي يا ما حلم به بس هو دلوقتي عدوه مش حبيب كان بيبصله بكل كره وغل كانت بصات راجي بتسعد ايمن قوي خلته يحس انه اخد حق امه بس لست في كتير وقف ايمن على الرجلي يبص الراجي من فوق وقال قدامك 24 ساعة ويكون القصر فاضي رجلتي هتفضل هنا علشان لو حصل اي حاجة وما تفكرش تروح لمهيرة عشان ما اعتقدش بعد اللي عرفته عنك هتكون عاوزة تشوفك تاني ورصدك اللي في البنك طبعا هو باسم الشركة وعلشان كده كل الارصد دلوقتي بقيت باسمي خلاص ودحك بشماته وهو ماشي وقال هشوفك بخير يا رجي باشا وخرج من القصر وركب عربيته بانتصار وخرج تليفونه علشان يكلم عادل ولما سمع صوت عادل بيرحب به قال على طول لو سمحت انا عاوز اعرف عنوان مهيرة سكت شوية وبعدين قال خلاص انا جاي فور وممكن تكون فرصة علشان نحل موضوعها هي كمان علشان كل حاجة ترجع لأصلها ووصلت عربية الاسعاف قدام بتعادل وطلعوا المسعفين بسرعة واخدوا سفيان اللي بدأ يحس بدخها جمدة جدا مد ييده المهيرة وقال لها خليكي جمبي أرجوكي باسة ايديوية بتلبسه الخاتم مش هسيبك هفضل جمبك لحد ما تقولي ان انت مش عاوزني مهيرة انت عارفة اني بحبك بس انا حاسس اني هموت خلاص المهم اني هموت واخر حاجة هشوفها عنيكي فضلت عايت وتلوم نفسها ما تقولش كده ارجوك انا والله بحبك انت كل حياتي ودنيتي وانت الامان والحماية انت الدنيا اللي عشتها بجد انا قبلك كنت عايشة ميتة وبتنفسه بس ارجوك ما تسبنيش انا بحبك حطت ايديها على وشها وفضلت عايت فاتدخل واحد من المسعفين وقال ما تقلعيش يا مادام هيكون كويس هيعيد الخياطة بس على الجرح بصله سوفيان وهو عاوز يخلص عليه او يحرقه مش فرقة وبصل المهيرة وقال لها بحب ما بحبكيش تعياتي انا كويس كفاية ان مهيرة الكاشف بجلالة قدرها بتحبني كانت زهرة بتكلم جودي في التليفون الحمد لله انكم لقيتوها ان شاء الله تتطمنوا على اخوك ونفرح بيكي قريب ده انا ملحقتش افرحلك باللي حزيفة عمله قالت جودي وهي بتبص على اللي واقف قدامها وبتكلم في التليفون هو كمان قالت بسعادة معاك حق معقولة الدكتور حزيفة يركع على ركبه ويقول لي بحبك وتتجاوزيني دحكت زهرة بفرحة حقيقية ربنا يهنيك يا حبيبتي هقفل انا بقى ونبقى نتكلم تاني كان بيسمع كلامها مع صاحبتها فابتسم وهو بيقول شكل امور صاحبتك بقت بخير مسكت ايدي وقالت الحمد لله امورهم بدأت تتحسن بس سيبك انت هو انا قلت لك النهاردة اني بحبك دحك بصوت عالي وقال اه بس ما فيش مانعة تقوليها تاني قربت منه وقالت بحبك فقدل يبص لقدامه على وشه ابتسامة سعادة اما حزيفة كان واقف قدام الشباك بيتكلم مع اواب اللي كان زعلان وعاوز يجي المستشفى وهو كان بيحاول يقنعه انه هيروح لكن اواب قاله عاوز اكلم جودي بصلها لقاها خلصت مكلمتها راح عليها ودالها التليفون اواب عاوز يكلمك ابتسمت له واخدت التليفون حبيبي عامل ايه وحشتني جدا على فكرة انتي مش بتسألي علي ابتسمت وقالت معلش عذرني اخويا كان في المستشفى هو كويس اواب مش كويس بصت لحزيفة وقالت ليه يا حبيبي مالك حسس بحاجة اخلي بابا يجي لك دلوقتي انا عايزك انتي فقالت وهي بتبص لعيين حزيفة بابا يا حبيبي هيجي لك دلوقتي علشان يجيبك ليه اوكي فرح قواب قوي وقال لها احبك قوي وقفل التليفون بسرعة ودهل الدادة ناهد عايزة لبس علشان بابا جاي وديني الجودي دحكت ناهد على فرحة قواب الحقيقية بعد ما كان حاسس بالحزن والبؤس ساعدته في انه يغير هدومه ووقف قدام الباب بكورستين يستنى ابوه اللي ما تأخرش عليه وسمع كلام جودي هو ما كانش موافق يجيله بس جودي قالت له الولد خايف وبقى لك يومين سايبه للدادة لازم تروح تجيبه فورا وصلت عربية الاسعاف بسوفيان على المستشفى وفي نفس الوقت وصل ايمن بالعربية شاف مهيرة وهي بتنزل من عربية الاسعاف والمسعفين شايلين سوفيان قرب منها بسرعة وناداها فلف سوفيان يبص على اللي قرب من مهيرة حسب نار جواه فنادى عليها بصت له بابتسامة وقربت منه بعد ما مسكت ايد ايمن ووقفت قدامه اعرفك يا سوفيان ده ايمن اخويا بص سوفيان للشاب اللي كان دايما بيشوفه مع الشهاوي كان دايما يبص له وهو ساكت وغطبان اول مرة يشوفه بيبتسم وهو بيبص الأخت الصغيرة بالحب والود ده مد سوفيان ايده ليه يسلم عليه فضل واقف شوية ولما شاف نظرة السعادة في عيون مهيرة مد ايده له حمد الله على سلامتك ويا اسف ابتسم له سوفيان غصب عنه وقال الله يسلمك ولا يهمك كانت مهيرة حاسة بالغباء بس تغاضط عن كل ده علشان تطمن على سوفيان اللي قال لأيمن والمسافين بياخدوه خلي بالك منه مراتي في أمانتك بصله أيمن وقاله ما تقلقش فيد أمينة